هذا وقد تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عددا من المشروعات الخدمية بمحافظة المينيا يرافقه عدد من الوزراء أكد مدبولي أن الجانب الأكبر من زيارتي لمحافظة المينيا كان لمتابعة سير العمل بعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري حيث تفقد مشروع تطوير مستشفى العدواء المركزية ومستشفى سملوت المركزية وكذلك محطة معالجة الصرف الصحي بقرية برتباط غرب مغاغة فضلا عن تفقد محطة مياه العدواء التي جميعها ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة